يسعى الصباحكم أهلا وسهلا فيكم بالتوقعات الفلكية والأبراج اليوم رح نرد على الأسئلة وأول حدا بدي أرد على سؤاله شخص معصب شوي لأنه ما حكينا عن الميزان كثير يسعى الصباحك كريم الميزان من الأبراج اللي معك حق أنه أنت تعصب هو أصلا مضغوط جدا الميزان بشهر 11 خاصة الثلاث أسابيع الأولى رح يكون عنده راحة وانفراج بالعشر أيام الأخيرة ما بيعني أنه هالثلاث أسابيع الأولى هي مش كويسة اللي عم بيصير مع برج الميزان أنه ضغوطات إيجابية يعني أنت مضغوط بأكثر من شغلة يعني خلينا نعطي مثال عندك شغلك وبيتك وأولادك وممكن تكون عم تدرس ممكن تكون عم بتتابع أحد أفراد الأسرة ولكن في بعض الأمور اللي أنت عم تنجزها فيها وارد فيها مش بالضرورة يكون مالي ممكن معنوي ممكن راحة نفسية ممكن شفاء من مرض ممكن تنتهي معاملة هاي الضغوطات أنا بعتبرها إيجابية لبرج الميزان أنت تعبان تمام بدك تروع بدك تهدى بدك تشوف المعطيات اللي عم تظهر حتى لو كانت متعبة أنا بعتبرها جيدة حاول أنه تتعامل مع المعطيات بشكل صح ما تعصب ما تتوتر وأيضا على كل المستويات راح يكون عندك أمور إيجابية راح تحس فيها بالعشر أيام الأخيرة من الشهر فلذلك برج الميزان بدك تهدى شوي أن ميريل العقرب وطالع العذراء هل فيه سفر العقرب عنده تغيير كثير كبير بحياته بدأ من شهر ثمانية حكينا للعقرب ولآخر السنة وهذا التغيير ممكن يكون فيه عقد عمل الشغلية تتعلق بعمل فيها عقد بده سفر يعني جباري لازم تسافر فيها كمان الأمور العاطفية فيه ارتباط إذن أنت راح تطلع على بيت ثاني فهذا التغيير هو مش بالضرورة يكون سفر ممكن يكون انتقال من بيت لبيت تغيير بأثاث البيت تغيير بحياتك الخاصة والعامة تغيير العمل موقع العمل نوع العمل إذن فيه تغيير بحياة برج العقرب ومن ضمنها سفر نعم موجود في عندنا روج 16 شهر 4 الحمل البرج الصاعد بدك تعطيني ساعة الميلاد عشان أحكي لك البرج الصاعد كمان نادية بدها الحمل هلأ رح نحكي للحمل ما جيدة 36 السرطان بتعتبر العشرية الأولى من برج السرطان كمان رح نحكي للسرطان والأسد دعاء طلبة الأسد وإي ناس ما حكيتي لي أي يوم وأي شهر إذا كان ثلاثة سبعة ثلاثة شهر سبعة فهو السرطان وإذا كان سبعة شهر ثلاثة هو الحوت هلأ رح نحكي إحنا بكل الأحوال للسرطان ونبدأ ببرج الحمل حسب الطلبات اللي موجودة بالأسئلة عنا برج الحمل من الأبراج اللي عم بيصير عندها تقدم بحياتها عندها تغيير بحياتها كثير كبير انتهاء بعض العلاقات انتهاء أشياء وبداية جديدة لأنه عندنا السنة الجاي رح تكون انت بمطلع كل الأبراج رح يكون عندك إيجابيات عالية المستوى فترة تحمل الانفراجات وتزول الهموم معطيات جديد من نوعها تظهر تقدم على المستوى العملي على المستوى المهني وبالتالي أيضا في راحة مادية فترة تحمل الحظ والدعم على كل المستويات لذلك بدك تستغل الواحد وعشرين يوم الأولى من الشهر بشكل جيد فترة تحمل الحظ والدعم وعليك استغلالها خاصة بالأمور اللي كانت صعبة عليك بالسابق هاي الفترة أيضا بدك تحل التوازن بحياتك ما بيصير يكون عندك موضوع تظلك فيه على مدارة ثلاث أسابيع بدك تقسم وقتك على كل الأمور اللي عندك كمان بدك تهتم بالعائلة وتخصص لها أيضا وقت عشان ما تتراجع أمورك العاطفية إذا كان في عندك ديون أو قروض أيضا بدك تجدولها لأنه بدك تدخل على سنة جديدة خالية من أي مطب على أي مستوى كان بالحياة والعاطفة شهر يحمل العاطفة والهدوء والقدرة على تجاوز السلبيات خاصة الثلاث أسابيع الأولى في عندنا كمان مطلوب السرطان الفترة الأولى تحمل الحظ والدعم السرطان اللي أنهى عمل بالشهر الماضي هاي الثلاث أسابيع الأولى حتى غير العاملين فرص مناسبة أنك تحصل على العمل المناسب اللي كنت عم تبحث عنه فرص كثير كبيرة لتجديد عملك لتوسيع العمل اللي أنت فيه أو أنك تبدأ بعمل جديد كثير أحسن من الأول ممكن يكون المردودات المالية نفسها ولكن فيها راحة نفسية فيها نوع العمل اللي أنت عم تعمله مناسب لإلك بدك تنهي الالتزامات المالية وتمسك إيدك بشكل كثير كبير تعمل جدولة مالية محكمة بهاي الفترة عندك مصاريف زايدة بدك توقفها عندك أمور بتخص قرض أو سلفة أو شيء من هذا القبيل بدك تجدولها هاي الفترة مناسبة أنك تنهي كل المشاكل بكل أنواعها علاقات اجتماعية جديد من نوعها أو علاقة اجتماعية كانت منتهية راح ترجع بطريقة ما ومن خلالها ممكن تحصل على عقد عمل أو تحصل على عقد لسفر لشيء جديد تبدي في حياتك فترة إيجابية على كل المستويات وأيضا عليك أن ترجع بإذا رجعت لأفكارك بالماضي بدها تكون إيجابية أما إذا كانت سلبية بدك تنهيها تماما إذا بدك تستفيد منها من الخبرة اللي ما رأت فيها بالسابق ما في مشكلة ولكن إذا كانت هاي الأفكار والقصص من الماضي عم بترجعك لورا عم تاخذ من وقتك بالتفكير عم بتخليك تصير عصبي بدك تنهيها تماما وما ترجع لها أيضا العاطفة فيه أخبار سرك قد تخص حمل أو ولادة تخصك أو تخص أحد الأقرباء أو الأخوة برج الأسد فترة تحمل المدوى الجزر وأنت اللي راح تقرر هاي الفترة هي سلبية أو إيجابية وحسب قراراتك ومتابعتك لا الأمور هاي الفترة تظهر الخصوم تظهر التحديات بدك تكون متوازن بمواجهتك والأفضل أنه تأجل المواجهات تكون مستمع أكثر من متكلم هاي الفترة حساسة جدا وعليك أنه تتعامل معها بوضوح بصراحة خلي تكون كلماتك واضحة ما تحكي أشياء غير مفهومة لأنه راح تحسب عليك أنت تحت الضوء وفي كثير بدهم يرجعوا خطواتك لورا فلذلك الصراحة والوضوح حتى على المستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية الصراحة والوضوح هي أكثر شيء بنسبك به هذا الوقت وأيضا في أمور طارئة راح تظهر لذلك كون جاهز لأي طارئ يحصل به الثلاث أسابيع الأولى العاطفة الفترة الثانية هي الأفضل للقرارات العاطفية شكرا لتواصلكم معنا راح أتابع أسئلتكم يسعى الصباحكم اشتركوا في القناة